اشتركوا في القناة ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا رب العالمين ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهجم هرجو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون إن الله تبارك وتعالى يعظني وإياكم بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خاز حوزاً عظيماً اللهم اجعلنا من الطائعين الفائزين يا رب العالمين très chers frères et sœurs introduction et rappel car le rappel ne peut être pour les croyants que bénéfiques selon la circonstance dans laquelle nous sommes le lieu béni dans lequel nous nous trouvons et les personnes croyantes parmi lesquelles nous sommes ainsi que l'état dans lequel nous nous trouvons l'état de l'adoration l'état de l'assalat le lien avec Allah et la proximité l'état de la prière de l'évocation et l'invocation et la prononciation des noms et attributs d'Allah gloire à lui l'état des salutations vouées au profit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tel Allah azzawajal nous leur donne inna allaha wa malaikatahu yusalluna alay nabi ya ayuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hajma'in et donc cet état suscite de notre part le rappel de la crainte révérentielle et de la piété qui est à la fois un but et une finalité pour notre action et notre oeuvre notre adoration et notre obéissance mais au même temps il devient ça devient un moyen un pont que nous construisons pour traverser traverser les obscurités et arriver vers la lueur et la lumière des cieux et de la terre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah onouru samawati wal ard Allah ila lumiaf ila liiyuk des juai d'ulatayf nes'al Allah azza wa jalla an yaj'alalana nura وان yaj'alana jami'a min ahli nuri'he fa heu wali'u thalik wa'al-qadiru'u alayhi ariba'da Allah ha nachnu wa iyaikum lazinna ma'al-hadifi arani mawadda bi'n l'mu'minin aminim 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 المودة بين الآباء المودة بين الأهل والجيران والصحبة هذا هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبيل كل الأنبياء والمرسلين الذين دعوا إلى هذا السبيل وإلى هذه السبيل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعا وبصيرة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبما أوحى الله عز وجل عليه ليبين لنا القرآن بسنته صلى الله عليه وسلم وحكمته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويوزكيهم ويوعلهمهم الكتاب والحكمة اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهل حكمة نبييك يا رحمن très chers frères et sœurs nous sommes toujours en train de dans notre adoration de partager ensemble بس souhaite أهمك تضide iendoستن produktم هذا مصال islam что نعم يؤانى استعادا أيسا 맞는 مع نفس 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 الناس لا يمكن أن يكون لها نسخبات للعبد ومن الممكن لا يمكن أن تقوم بسيارة معاً من سناع نسخبات ومن المطلوب ومن المطلوب لا يمكن أن تقوم بحاجة لعينة مروري الأولى ومن المسكين كما نسخين في طلاق المنحن من معي معاً من المسكين الشكل مع نز敷 centrifعات Здесь أيضا regarded النارة على الوضع في واحدة للذين الذي يسمبه لا تشيكو بيرة وفي ذي مع ممتظمين اشتري ودي وسلم ونمس بسبب ان الله تعالى أنه يكون تلك قلت بها شخص الشهر من محدد عنه لاحظور محمد صلى الله عليه وسلم لولا تماماً تبع ذلك كمحمد صلى الله عليه وسلم سأ 33 بيجتمع ayudar بلى الله أزهبي وجل ابدا نحن صلى الله عليه وسلم أفضل مختلف لك لبدين على المحافظ لدين أجل دل الله سلم simplisticية وهمية هناك ولمة لكي نحن موسيقى بcızą edible التي اغتغلق لم ي条ح لكنفقت حرف بدгу جائع وضع عمال صالحو من أجلي الخلاص مرة من الأبال لكي نحن ذكر لكي نحننا للhas bite أجانيا سنكون ابعود لتجربة لتجربة لفعل ذلك لتجربة لله لتجربة لفعل الله لتجربة لفعل الله لفعل ذلك استعماله في دواله وليس عميقين جدًا من أفرادة للعب لكي نتجربة الله ويظهر لجل من قد ايوه من قبل هذا المخارج بيننا الله ومن نفسنا عباد الله إن المودة كما جاءت في كتاب الله لم تأتي فقط لترسخ وتبين علاقة المؤمنين فيما بينهم والأسر المؤمنة فيما بينهم بل تعدت ذلك إلى العلاقة مع غير المسلمين حتى العلاقة مع الذين بيننا وبينهم عداوة يقول الله تبارك وتعالى حتى العلاقة مع هؤلاء العداوة التي بيننا وبينهم أي إذا كانت هناك حربا بين المسلمين وغير المسلمين كما وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين حوله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة انظروا كيف ذكر الله عز وجل هذا الأمر أي لا تيأسوا من أن تكون بينكم وبينهم مودة رغم العداء الذي قد وقع بينهم وبينكم لأنهم سبقوكم لهذا العداء واعتدوا وتعدوا الحدود وأنتم مأمورون أن تدافعوا على أنفسكم وإذا اعتدي عليكم فردوا العداء كما اعتدي عليكم يقول الله عز وجل في القرآن الكريم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أي بدأكم بالعداء وبالعداوة يقول ربنا سبحانه وتعالى عسى وعسى هنا فيها رجاء أي ليكن لكم رجاء أن يجعل الله بينكم وبين هؤلاء الذي ثبت بينكم وبينهم هذا العداء أن يصبحوا موادين لكم المودة عباد الله التي ذكرها سبحانه وتعالى في قوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذا كان الحال هذا بين المؤمنين وبين من عاداهم من غيرهم فكيف يكون الحال بين المؤمنين فيما بينهم أليس الحال أصلا ولابد من هذا الأصل أن يبقى وأن يؤصل للعلاقة بين المسلمين أن تكون بينهم وتدوم بينهم هذه المودة ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى عَسَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةْ والله قدير وتذكروا حينما قلت لكم حسن الظن بالله أن تعلم أن الله قدير أن الله على كل شيء قدير أي أن الله على كل شيء قدير قدير أن يجعل بينك وبين من يعاديك مودة فلتيأس من روح الله ولتيأس من رحمة الله وهذا دليل على أن بين المؤمنين لا يجوز أن تكون هناك عداوة بل الأصل بين المؤمنين أن تكون بينهم المحبة والمحبة هي داخل في خضم المودة والله غفور رحيم يذكركم الله عز وجل برحمته وغفرانه أي هل أنتم تؤمنون بمغفرة الله فإن كنتم كذلك فاغفروا لغيركم تجاوزاته عليكم و هل أنتم تؤمنون برحمة الله فإن كانا كذلك فرحموا غيركم برحمة الله فإن رحمة الله بكم إذا كنتم رحماء شخصيات الله غلوى غالوي dans le noble Coran on a dit non seulement il nous montre que cette affection doit être la relation entre nous mais aussi la relation entre nous et les non-musulmans cette affection elle est aussi la relation espérée des musulmans entre eux et ceux qui se portent en ennemis et qui combattent les musulmans les musulmans ne cherchent jamais à affronter ils ne doivent jamais chercher à affronter un terrain d'ennemis ou avoir d'ennemis tel que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a ordonné لا تطلبوا لقاء العدو dit رسول الله صلى الله عليه وسلم ne cherchez jamais à affronter d'ennemis ne cherchez pas n'agissez pas pour causer le fait d'avoir des ennemis si nous regardons et nous posons cette réalité coranique et prophétique cet enseignement dans son authenticité et son orthodoxie coranique et prophétique si nous le posons sur nous sur notre relation sur notre existence sur notre réalité nous observons mes frères et soeurs le contraire parfois parfois ce sont les musulmans qui causent l'islamophobie parfois les musulmans causent eux-mêmes l'islamophobie causent eux-mêmes le racisme contre eux et n'oubliez pas que le sens premier de l'islamophobie ça veut dire faire peur de l'islam et observer autour de vous et regarder ce qui se passe dans notre présence dans notre existence y a-t-il pas des musulmans qui sont en dehors de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font les coins de rue qui trafiquent dans la drogue y a-t-il pas des musulmans escrocs des musulmans meurtriers qui causent des horreurs dans le monde au nom de leur islamité et qui salissent tous les musulmans qui ne sont pour rien et qui les mettent chez les islamophobes les islamophobes les vrais islamophobes les vrais assistent dans le même niveau et le même piédestal que le 1 milliard et plus de musulmans vous connaissez cette réalité il faut qu'on se soigne qu'on soigne ce que nous sommes qu'on remédie à nos dilemmes internes au fond de nous-mêmes qu'on fasse un travail sur nous-mêmes et qu'on s'occupe de nous-mêmes avant de s'occuper de ce que font les autres aussi mes frères et sœurs on parle d'islamophobie et on tombe dans la misquinerie on parle aussi de racisme et on tombe dans la misquinerie alors que le racisme est au fond de nous-mêmes le racisme est dans notre communauté au sein même de notre composante musulmane et vous savez cette réalité quand on voit une personne s'embrasser l'islam ou comme on dit se convertir à l'islam on est content les gens disent Allahu Akbar il y en a qui applaudissent bienvenue formidable magnifique mais quel accompagnement faisons-nous de ce nouveau musulman cette nouvelle musulmane quelle relation avons-nous avec elle est-ce qu'on la rapproche de nous ou pas est-ce qu'on accepterait on accepterait qu'elle soit l'épouse de notre garçon ou l'époux de notre fille point d'interrogation exclamation et non pas point à la ligne et vous savez ce qu'il y a en nous et dans notre propre communauté mes frères et soeurs comme racisme même entre algériens et marocains algériens marocains et tunisiens et mauritaniens et égyptiens et 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 quel racisme il y a même au sein même des marocains entre les rifs les arabes les chloches au sein même des algériens entre les arabes les kabiles l'échaoui une réalité mes frères et soeurs loin de cette affection à laquelle appelle l'islam qui est un fondement qui est un pilier de notre islamité et de notre relation entre nous Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran ne désespérez jamais même de ceux qui se portent ennemis contre vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala les transforme en amis intimes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé entre vous de l'affection et à l'époque du prophète de son vivant il y avait des gens qui ont combattu le prophète par le verbe ils ont porté l'arme contre le prophète et par la suite ils sont devenus les amants du prophète amoureux du prophète regardez l'exemple de Omar le deuxième calife bien guidé connu par sa justice et son équité Al-Faruq celui qui fait discernement dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et regardez l'exemple de Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid qui pendant la bataille de Ouahud a même tué des musulmans Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette affection par bien sûr ce rapprochement des cœurs et cet amour entre les êtres عباد الله حتى أن الله عز وجل ذكر أنهم قد منعوا المسلمين من دخول مكة ومن العمر وأمرهم رسول الله صلى الله عليه sallallahu alayhi wa sallam بأمر الله أن يرجعوا بعد أن تعاقد عند الحديبية مع المشركين يقول وعهم على البر والتقوى ولا تعاون على البر على الاسن والعدوان انظروا وارجعوا إلى صورة المائدة الآية الثانية فسوف ترون عجبا decomp самых إسمده الله ch dernière년 Moore continue dans le Noble Coran à insister sur ce fait sur cette relation à insister sur la question de l'affection pour nous dire gloire à lui الله ne vous interdit jamais Allah ne vous interdit point d'être bons vis-à-vis de ceux parmi les non musulmans qui ne vous ont pas combattus avec les armes على وجهة معاً المقارنة سعى للحلس المترجم الله تعالى يقول أن يجب أن تساعدت المسلس لديك لديك أحسن د ريم تجول من PH eleفع وطفاونا أن تن Plugه يشارح有 الإجابة مت 넣وك المفت physiological أبوه إنه الموجه بين الناس بين الخلق الأجماعين بل إن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعذب من عذب الحيوان إن الله يعذب في النار من عذب الحيوان حتى قتله في حديث المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من طعام الله الذي خلق لها سبحانه وتعالى ومعنى المودة العلاقة الحميمة بالمعنى التعلق والتشبث البعض بالبعض عباد الله ولا يخفى عليكم أيها المؤمنون يا من يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه واحد في أسمائه وصفاته أن من صفات الله تبارك وتعالى الودود فهل تؤمنون بها؟ وهل تعلمون معناها؟ وهل علينا أن نؤمن ونفهم المعنى ونقف عند الفهم فقط؟ بل علينا عباد الله أن نتعدى ذلك إلى العمل بهذا الفهم فإن كان من أسماء الله وصفاته أنه المؤمن علينا أن نؤمن وإن كان من أسمائه وصفاته أنه الرحيم علينا أن نرحم وإن كان من أسمائه وصفاته السلام علينا أن نكون سلاما وإن كان من أسمائه وصفاته وهذا يقين الودود فعلينا أن نكون في هذا الود وفي هذا الود وفي هذا الود وفي هذا الوداد وإن كان من أسمائه وفي هذا الودود وفي هذا الودود وفي هذا الودود وفي هذا الودود وإنها أنه أغفر الله بهذا الودود وفي هذا الودود وفي هذا الودود فعاليا أن يرزقني وإياكم حبه وحب من أحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه وصل لهم على سيدنا محمد وآله وأستغفر الله لولاكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أيها المؤمنون هذا ربنا سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وإليه المصير سبحانه وتعالى هذا ربنا ألا نحب الله ألا نحب الله الودود وهو الذي يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه يخاطبنا به قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة أسمع يا عبد الله يا أمة الله استشعر كلام الله قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة فعل كتب إذا جاء من الله معناه فرض أي جعل من ذاته وكيانه وجبوروته وملكه وعظمته رحمته رحمته سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب العالمين liebe ذاتين particular يا ربي وعشانه الجمعه celui qui vous nourrit qui vous vetit qui vous abreuve qui vous trouve accueil qui vous permet la vie qui vous permet ce que vous êtes qui vous a permis la foi الذي يحل قم пять فيه الذي يحل خروجه الذي يحل منه إعجاد يبيه على سوفه الذي يحل الذي يحل منيه مني ، الذي يحل منه من أمامه صلğin ؟ هذا الله يقوله J Orم تتبع للمشاهدة الله هم يشكره لفضل الله الذي يبيه يريد ان يبيه أنه قد تطوريه من ذاته وعينه قد تطوريه قد تطوريه رائعا فيه قد تحصيه منه ونه ونه منذ قد تطوريه نجد انه قد تطوريوه ثم إن ربنا يقول سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ألا تحب من يريد أن يبين لك الذي سخر لك الأنبياء والمرسلين ليبينوا لك يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ألا نحب من يريد أن يتوب علينا سبحانه وتعالى هذا مراد الله ليس مراد الله أن يعذبنا عباد الله إنما مراد الله أن يتوب علينا إنما مراد الله أن يرحمنا إنما مراد الله أن يقربنا منه جل في علاه والله عليم حكيم و الله يريد أن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة نسأل الله أن لا يجعلنا من أهل الشهوات و يجعلنا سبحانه وتعالى بما نشتهي في طريق نبيه صلى الله عليه وسلم و سنته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى إجاباء محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى نساشة موسيقى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أسمع مزيان أسمع جيدا أسمع مليح أشكي قلك الله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللهم قوِّ ضعفنا وخفف عنا يا رب العالمين وعن آبائنا وأمهتنا وذوينا أجمعين يا رب العالمين ماذا يريد الله منا عباد الله يريد الله منا أن نكون كما ذكر في محكم كتابه واسمع وكن من الواعين للذين استجابوا لربهم الحسنى من هم يا رب العالمين الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب من هم يا رب العالمين الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن ينصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين les يحسناها لحسنة queعاية أي سيئة للم tradition دكتلان ce sont ceux qui ne faillissent jamais à leurs engagements ce sont ceux qui accomplissent leurs salats ce sont ceux qui s'inquiètent de leurs akats et qui partagent les biens avec ceux qui sont dans le besoin ce sont ceux qui persévèrent pour Allah pour acquérir sa satisfaction ce sont ceux qui effacent leurs mauvaises actions par leurs bonnes actions Allah nous dit cela Allah a préparé et prévu pour eux une énorme récompense qu'Allah nous permet tous عباد الله لا يمكننا أيها المؤمنون أن نفعل شيئا يكون به خروج أمتنا مما هي فيه ولا أن نعمل شيئا لقضايانا الأصلية الأصلية قضايا أمتنا قضايا فلسطين قضايا بورما قضية سوريا قضية العراق ومصر وليبيا وإفريقيا قضايانا في هذا البلد لا نستطيع أن نفعل شيئا إلا إذا وفقنا لعبادة الله وطاعة الله وحسن عبادة الله وطاعته والفهم الصحيح لديننا والإخلاص في عبادتنا لربنا إذا وفقنا إلى هذه المودة إلى هذه المحبة إذا وفقنا فلا يوفقنا لهذا إلا ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله التوفيق والسداد نسأل الله الحفظ من كل سوء علينا أن نعمل جاهدين بالابتعاد عن الشر والابتعاد عن الخصومات والابتعاد عن الخشونة وعن القساوة وعن الجور وعن العتو في الأرض وعن العنف وعن الفضاغة وعن الظلم وعن الطغيال وهذه كلها مناقضة مضادة للمودة نسأل الله المودة بيننا وبينه سبحانه وتعالى وذلك لا يكون إلا بالعدل والإحسان وإتائذ القربة واللين لهم والسماحة والملاطفة معهم ولا بيني وبينكم من علاقة عباد الله إلا التذكير بهذا وإني أنقل إليكم أيها المؤمنون والمؤمنات بشرى من الله اسمعوا جيدا بشرى من الله اسمعوها جيدا بشرى من الله اعقلوها جيدا يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انهو من عملا منكم وإنهو من عملا من نفسه قَالَحِنُا هُمْمَادٌ completionمِ كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد